النهاردة عندنا فقرة رياضية في برنامجنا صباح الخير يا مصر وده بسبب الفوز الثاني لنادي الزمالك في الولاية المؤقتة لأسامة نبيه على الجونة بهدفين مقابل هدف واحد وده ماتش كان بالتزامن مع وصول المدير الفني الجديد للزمالك بيريرا وكمان النهاردة هيكون في مباراة هامة جدا للنادي الأهلي النهاردة مع بيراميدز في قمة الدوري الممتاز الأهلي هيكون صحيح عقله في الملعب لكن قلبه هيكون موجود في أفريقيا علشان عنده لقاء حاسم مع سانداونز هيكون يوم السبت اللي جاي إن شاء الله طبعا بنتمنى التوفيق فيه للنادي الأهلي لشان كده عندنا يعني تفاصيل كتير عاوزين نعرفها سواء كان في الدوري الممتاز أو في بطولة يعني كاس الأفريقي كمان هنعرفها من خلال الناقد الرياضي اللي منورنا فيه الستوديو الأستاذ محمد الجبالي صباح الخير يا فاني صباح الخير يا سيد أحمد صباح الخير يا سيد زبا السند أهلا بحضرتك في نورنا في سبع الخير برح كانت مباراة الزمالك مع الجونا وشوفنا يمكن هي تاني مباراة لأسامة نبيه أو كابتن أسامة نبيه وقدر لهو يحقق فيها فوز بحضور بريري كان موجود ويتابع المباراة ويتفرج عليها شايف الفوز ده إيه النهاردة للزمالك وهو يمكن رفع رصيد نقاط النادي الزمالك وخلاه محتفظ بالمركز الثالث في الدوري الممتاز شايف الزمالك أداءه كان عمل إزاي في المباراة دي شايف طبعا مدير فني رسمي كابتن أسامة نبيه تولى المسئولية بعد رحيل مستر باتريس كارتيرون تولى المسئولية بدءا من مباراة فيوتشار فاتت وبعد كده مباراة الجونا بالأمس نجح في أنه يحقق ست نقاط كانت مهمة جدا من مرحلة انتقالية الأداء لم يكن على مستوى المباراة لأبلها وخصوصا في الشوت الثاني ونجح حاول فريق الجونا بشكل كبير جدا كان فيه بعض الأخطاء ودي كانت سيد زمالك كان أفضل أداء في الشوت الأول الشوت الأول كان أفضل أداء وخصوصا أنه أتل المطش أو خد المطش في خلال 19 دقيقة لهدفين اللي أحرزهم إمام عشور وأحمد سيد زيزو ولكن في الشوت الثاني لم يكن بالمستوى التأمل وجمهير الزمالك وخصوصا أداء بعض اللاعبين ولكن المهم في القصة كلها أن كابتن أسامة نبيه نجح في الولاية المؤقتة أنه يحرز ست نقاط من ست نقاط رغم أنه دخل في مرموة ثلاث أهداف في المباراتين وشهدت المباراة وصول البروفيسير فيريرا من المطار وصل من المطار حوالي الساعة 6 ونص طلع على الملعب على طول بحيث أنه يشاهد المباراة فيريرا سيتولى التدريب بدءا من اليوم لقيادة الزمالك الفترة المقبلة الزمالك داخل على ثلاث مباريات أفريقية مهمة جدا بدءا من الوداد يوم الجمعة المقبل ثم بعد كده سيطلع يلعب بيترو أتليتكو ثم سيعود يلعب مع سجرادة الأنجولي في القاهرة الزمالك مطالب بالفوز بالثلاث مباريات لكي يضمن الصعود للدور التالي خصوصا أن نتائج الزمالك في البطولة الأفريقية خلال الثلاث مباريات اللي فاتوا كانت متوضعة أحرز نقطتين من ثلاث مباريات ليس بديل أمامه سوى الفوز في الثلاث مباريات وده اللي أكدته جماهير الزمالك بالأمس اللي حضرت المباراة طلبت فيريرا أفريقيا فيريرا أفريقيا فيريرا هتفت فيريرا أفريقيا فيريرا فالزمالك مقبل على 3 مباراة مهمين جدا أنهى بطولة الدورة بشكل مؤقت في المركز الثالث برصيد 25 نقطة لعب 11 مباراة على عكس الأهلي وبرامز الأهلي وبرامز والزمالك رصيدهم 25 نقطة في الدورة ولكن مع فرق كل المباريات الأهلي لعب 9 مباراة برامز لعب 10 الزمالك لعب 11 يعني اللي يكون فعون اللعيبة الزمالكوية في الحقيقة التغييرات دي بتبقى طبعا مش أحسن حاجة على نفسية اللعيبة في الآخر هل تم بقى الاستقرار على الجهاز الفني دلوقتي بالكامل نقدر نقول الأسامي كلها إلي آآ آآ الفريرا جايب معها ثلاث مساعدين حضر معها بالأمس اثنين مساعدين في واحد مساعد مدرب في محل الأداء في مدرب لياقة بدنية محل الأداء ما وصلش إبن عام بارح هيوصل اليوم الأربع اللي يفكر طباطه بالنادي اللي كان شغال معاه هيبقى فيه كابتن أسامة نبيه مدرب عام كابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى تم تقديم الشكر لكابتن أحمد عبد مقصود بحيث أنه يرجع قطاع الناشئين هناك كلام داير في الأفق أن كابتن إسماعيل يوسف احتمال يرجع مدير كورة أو رئيس جهاز خلال الفترة المقبلة دا تقريبا الجهاز الفني الكامل كابتن أسامة نبيه كابتن أسامة نبيه مدرب عام كابتن أسامة نبيه مدرب عام ومعاه كابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى بالإضافة إلى فيريرا ومعه ثلاث مساعدين جايبهم معاه اللي حضر معاه بالأمس اتنين مساعدين والتالت حيجي يوم الأربع اللي هو محل الأداء دا التشكيل العام التشكيل النهائي للجهاز يتبقى المفاوضات بين نادي الزمالك ونادي زد لاستعادة كابتن إسماعيل يوسف في منصب مدير الكورة أو رئيس الجهاز لأن إسماعيل يوسف في ولاية 2014 مع فيريرا اشتغل معاه وفيه هارموني بينهما بين بعضين طيب نروح يعني حيك قلت أن يمكن أمم أفريقيا تحديدا أو دوري أبطال أفريقيا كان فيه هتاف من جمهور الزمالك أفريقيا فيريرا شايف فيريرا هيكون قادر أو الوقت كافي أنه يقدر يعمل حاجة في أفريقيا بص هو أولا حدوتك حاجة هو فيريرا المتش يوم الجمعة اللي احنا عرفناه واللي صرح به الأستاذ أمير المرتضى منصور المشرف العام بالأمس أن فيريرا متابع الفرقة من فترة اتقدم له إحصائيات لجميع اللاعبين في آخر ثلاث مواسم دي الحاجة التانية في خمس لعيبة فقط من اللي موجودين حاليا اشتغلوا مع فيريرا في 2014 لما خد الدوري والكاس مع الزمالك فيريرا مش غريب على فريق الزمالك ولكن جمهير الزمالك تتمنى أو تتأمل كان موجود 2014-2015 2014-2015 خد دوري وكاس إذا جمهير الزمالك تتأمل أن تكون الولاية التانية لفريرا هي أفضل ولاية البطولات خصوصا أن في التاريخ مع نادي الزمالك أي مدرب كان بيجي ولاية تانية ما كانتش نتائجه زي اللي أقول ولكن فيريرا بالنسبة لجمهير الزمالك أيقونة أيقونة لأنه هو في 2014-2015 عمل فرقة خد بها دوري وكاس فهم يأملوا أنه هو تعود من جديد خصوصا بطولة أفريقيا بطولة أفريقيا بالنسبة لنادي الزمالك غايبة لها فترة طولة جدا وما زالت الفرصة موجودة الفرصة موجودة في حالة واحدة فقط أن الزمالك يفوز في الثلاث مبارات اللي بقيين هو ده الحال الوحيد لأنه هو يصعد للدور الثاني خصوصا أن الثلاث مطشات الأولانين اللي لعبهم الزمالك لم يكن على المستوى ولم يحرز هو نقطتين فقط ودي كانت من نسبة للزمالك مفاجأة مباراة يوم الجمعة مع الوداد مباراة مهمة جدا تعتبر أول قيادة فنية الفريرا فريرا من كل المعلومات اللي وصلنا من داخل نادي الزمالك أن الفريرا جاي مش لسه حيشوف الفرقة عارف كل حاجة عن الفرقة عارف اللعيبة عارف طريقة اللعب هيغير في طريقة اللعب هيرجع لطريقة اللعب 4-3-3 اللي كان بيلعب بها في الأول عنده جميع الإحصائيات الخاصة باللعيبة طبعا بنتمنى أن الكلام ده يكون صحيح وبنتمنى أن نشوف الزمالك ينفس على الظور النهائية الفترة ضيئة يعني من النهاردة هيمسك التدريب النهاردة ليوم الجمعة نعم فترة ضيئة ولكن بتعتمد على الروح المعنوية لللعيبة وفي نفس الوقت حالة التجالس اللي موجودة بين فيريرا وجمهورنا دي الزمال يعني حب نتمنى لهم أكيد كل التوفيق وإن شاء الله إن شاء الله يشوفهم كده بيكسبوا والثلاث مطشات الجايين وعايزين نتكلم عن الأهل بقى وبرامدز ده قمة بقى الدوري المصري النهاردة مطشو مهم جدا جدا بتشوف ده يعني دربي حقيقي للدوري المصري وللكرة المصرية عفوا ولا إيه هو طبعا دي مباراة الأهل وبرامدز معروفة أن هي مباراة قمة والدليل على ذلك أرقام الفريقين قبل مباراة النهاردة الفريقين لعبوا 12 مباراة قبل مباراة النهاردة منهم 10 مباراة في الدوري ومباراتين في الكاس نتائجهم إيه 4-4-4 ده دليل على إيه دليل على أنهم الأهل فازة 4 آه الأهل فازة 4 برامدز فازة 4 وتعادلوا أربع مطشات فده دليل على أن الفرقتين هم أصلا فرقتين قمة ده دي حاجة الحاجة الثانية أن بيرامدز يتصدر برصيد 25 بون يليه الأهلي 25 بون الزمال 25 بون وده تأكيد على أن المباراة مباراة قمة دي حاجة الحاجة الثانية مباراة الأهلي وبرامدز النهاردة تعتبر استعداد للفرقين لخوض منافسات البطولة الأفريقية يعني الأهلي بعد بيرامدز حيلعب ثلاث مباريات في البطولة الأفريقية حيسافر ساندونز حيرجع يلعب المريق ثم يلعب الهلال نفس الوضع بالنسبة البيرامدز حيلعب مع الأهلي ثم يلعب مع أهلي طرابولز في دور الـ 32 والصفاقس التونسي في الكون فدرالية فهي المباراة بالنسبة لهم قمة دوري وفي نفس الوقت استعداد للبطولة الأفريقية الكلام اللي كان بيحصل قبل المباراة أنه فيه تأجيل أو إلى خرق تم حسم الموضوع خلاص الموضوع انتهى النهاردة الساعة 8 بالليل ونتمنى للفرقتين التوفيق فيما بعد المباراة بتاعت النهاردة في مشوارهم الأفريقية قبل ما نروح لفكرة اللعب والتشكيل والكلام الخاص بي يعني شكل المستطيل الأخضر النهاردة هيكون عامل إزاي بس حيس ذكرت أنه هيبقى فيه ثلاث مباريات للأهلي وزيهم البيرامدز ده في البطولة الأفريقية كان الأهلي راجع كمان من كاس أمم أفريقية في دوري ممتاز شايف المباراة الكتيرة دي هتأثر على أداء اللعيبة تحديدا في الملعب بالنسبة المباراة اللي فاتت قلت كده أكيد أكيد بس هو بالنسبة لما تيجي أنت تشوف الأهلي والزمالك وبيرامدز تحديدا عندهم كم كبير جدا من اللعيبة اللي هي ممكن تعوض ولو شفت أرقام الأهلي وبيرامدز هتلاقي أني مثلا في الأهلي عندك أفشة وحسين الشاحات أكتر اتنين لعيبة لعبوا مباريات في الدوري هتلاقي في بيرامدز هتلاقي رمضان صبحي عبدالله السعيد أكتر لعيبة لعبوا الفرقتين مدججين بالنجوم طبعا هناك تخوف من الفرقتين أنه يبقى فيه إرهاق من ضغط المباريات بالمناسبة مباراة الزمالك وديجلة والجونة بالأمس هي كانت المباراة رقم 100 في بطولة الدوري مباراة الأهلي وبيرامدز النهاردة هي تعتبر مباراة رقم 101 في مشوار بطولة الدوري حتى الآن فيه تخوف ولكن الفرقتين اللي هم بيبقوا مدججين بالنجوم دي بقى إيه ترجع للمدير الفني ترجع للمدير الفني أنه هو يعمل عملية إيه الروتيشن بين اللعيبة بحيث أنه ما يحصلش يعرف يعوض في أفريقيا إزاي يعرف يعرف أنت حاسس أن مثلا مسلماني ممكن أن أردا يريح حدد من اللعيبة مثلا ما أعتقدش لأن مباراة قيمة بالنسبة له هيلعب بالتشكيلة اللي هي الأقرب اللي هي حسافر بيها مباراة سانداونز لأن مباراة تعتبر عايز يفوز على بيرامت وفي نفس الوقت إيهاب جلال عايز يفوز أو يحقق نتيجة على الأهلي بحيث أن الأهلي بقيلوا مبارتين في بطولة الدوري وعايز يتصدر قبل ما يسافر سانداونز عايز يتصدر بطولة الدوري على ما أعتقد أن إيهاب جلال ومسلماني النهاردة حيلعبوا بالتشكيلة اللي هي تخليهم يحققوا الفوز طيب بس في عندنا نجوم أو ركائز أساسية في المدافعين للأهلي عندها إصابات نتكلم على ياسر نتكلم على عيما نتكلم على بدر شايف ده يأثر على الخط الدفاعي الخاص بنادي الأهلي أكيد أكيد هو الخط الدفاعي تحديدا في أي فريق أستاذ أحمد المكانش في الاتنين الارتكاس دول في انسجام بينهم ما بين حرس المرمى بيحصل خلل خط الدفاع تحديدا لأن منطقة 18 دي محتاجة فيها تجانس لأن الغلطة فيها بتبقى مشكلة وده شفنا المطشين اللي فاتوا في نادي الزمالك لما بدأ يبقى فيه روتيشن بين التلاتة محمد عبغاني ومحمود علاء والوينش نفس الوضع بالنسبة للأهلي وبالمناسبة دي إحنا بنتوجه من هنا بكامل الدعاء وندعو بشفاء بدأ اللاعب المغربي بدر بنوني أنه تم الإعلام بالأمس أنه سيغيب لمدة 45 يوم تانيين ونتمنى له الشفاء نتمنى له كل الشفاء لأنه من اللاعب المميزين جدا في النادي الأهلي طبعا موضوع زي ما قلت حضرتك المركز الارتكاز قدام حرس المرمى بيحتاج تجانس بشكل كبير جدا لأن المنطقة دي تعتبر منطقة حساسة جدا ولكن اللاها اللي عنده البدائل تتوقع التشكيل النهاردة تابعنا ازاي؟ التشكيلة بالنسبة لإهاب جلال حافظ تشكيلة الأهلي ومسلماني حافظ تشكيلة لكن المسلماني المقشة اللي فات غير في الدعاء الأخيرة شكل الملعب غير شكل الملعب لما ارتح للنتيجة غير شكل الملعب لما ارتح للنجيء أي مدرب من الفرق اللي بتخد القمة لما بيجي في الشط التاني بيلاقي نتيجة مرايحة بيحاول بقدر إمكان بيعمل روتيشن بحيث يريح اللعبة اللي هي بيحتاجها قبل كده ومسلماني على فكرة المباراة اللي فاتت كان بيبص المباراة بيرامدز يعني هو التغييرات اللي أجراها في الشط التاني كان بيبص المباراة بيرامدز لأنه عايز ينزل مباراة بيرامدز بالقوة الضاربة بتاعته لأن دي يعتبر ديربي من نوع خاص وقمة جماهيرية من نوع خاص يعني مسلماني هيلعب بطريقتي النهاردة هيلعب بالطريقة المعتادة اللي هو 10-4-3-3 اه اللي بيعتمد عليها لا بيلعب هو 3 في وسط الملعب ده اللي بيعتمد عليها بشكل كبير جدا ويمكن جماهير الأهلي انتقاضيته في بعض المباراة إنه هو دايما مصمم على السلاسة في وسط الملعب ولكن النهاردة تحديدا أمام بيرامدز أكيد حيلعب بالثلاثة وسط الملعب أكيد لأن خط وسط بيرامدز يعتبر خط طويل جدا توقعاتك للماضي النهاردة أي توقعاتي ممكن يطلع تعادل تعادل ممكن يطلع تعادل لأن الفرقتين الفرقتين يعتبروا قوة متكافأة بينهم وبين بعض إلا إذا فرقة اللي حيتحكم في وسط الملعب النهاردة واللي حيستغل الفرص اللي حتجيله في المباراة هو اللي ممكن يتفوق يعني الأهم من ده كله اللي احنا نشوف كورة حلوة هو ده اللي احنا بنحب نتفرج عليه دلوقتي دي أنا وصق فيها لأن الفرقتين بيضموا لعبة مع عندهم مستوى مهاري مميز للغاية يعني احنا بنشكر حضرتك الناقد الرياضي محمد الجبالي شكراً لوجودك معنا في صباح الخير وطبعاً بنتمنى التوفيق للفريقين أكيد شكراً لوجودك معنا